كما أضاف مدبولي أنه يجرى إعداد مجموعة جديدة من الحوافز للمستثمرين ومنها حافز ضريبي للمشروعات والاستثمرات التي تنشأ في مناطق جغرافية بعينها ومنها مدن الجيل الرابع لتشجيع الاستثمرات في هذه المناطق وخلال كلمته بمنتدى الأعمال العربي الجزائري أو مصري الجزائري أوضح مدبولي أن مصر تعمل على إفساح المجال للقطاع الخاص حاليا موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة شديدة الأهمية حيث تضع مصر أمام العالم والقطاع الخاص إننا نستهدف زيادة نسبة مساهمة استثمرات القطاع الخاص في إجمال الاستثمرات العامة من 30% حاليا إلى 65% من إجمال استثمرات الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات القادمة لذلك أمامكم سوق واعد في بلدكم الثاني مصر وتنتظركم فرص استثمار متنوعة ومربحة وكما أوضحت لحضراتكم ما بزلناه من جهود فإن تلك الجهود قد انعكست بالفعل على رؤية المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الإتمامي فمنذ أيام قليلة رفعت وكالة فتش توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 5.6 إلى 6.2 عام 2022 ويعود ذلك في الأساس إلى زخم الإصلاحات الاقتصادية التي تؤيدها النظرة الدولية لمصر ويأتي في منقدمتها شروع الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بالموازنة والسياسات المالية إجراءات السياسة النقدية والتواصل مع صندوق النقد الدولي لبدء برنامج تمويلي جديد إعلان الحكومة عن خطط لطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الإصلاحات المالية من خلال رقمنة النظام الضريبي وتطوير منظومة الجمارك اشتركوا في القناة